إلى روايات أخرى هذه الروايات أعزائي في نصوصنا تتكلم عن نصوصنا خاصة مو بنحو عام مدى أتكلم عن تراث المسلمين إذا تذكروا لا عزة نقلنا عن الإمام أحمد بن حنبل أنه ماذا قال؟ قال بأنه أساساً هذه الروايات اللي موجودة في مسندي أنا استقيتها من 750 ألف رواية وأكذا البخاري يقول مسلم يقول إلى آخره هذا كتاب أعزائي اختيار معرفة الرجال اللي طبع الحديثة مالتها مركز نشر آثار العلامة المصطفوي القاهرة لندن هذا الطبع طبعاً أنا راح أشير إلى الفقرات اللي هي واحدة في كل الطبع الفقرة أربعمائة واثنين أعزائي لأنه بها فقرات متعددة الفقرة أربعمائة واثنين أعزائي رقم صفحة مائتين وواحد وارمائين بحسب هذه الطفعة التفتوا إلى الرواية هذه رواية خطيرة التفتوا جيداً الرواية يقول عن هشام بن الحكام أنه سمع أبا عبد الله الصادق يقول كان المغيرة بن سعيد يتعمد الكذب على أبي أصلاً يظهر وأنه قال الله كان يشتبه لا ماذا؟ أصلاً كان كان يتعمد الكذب على أبي ويأخذ كتب أصحابه أصحاب منه؟ كتب أصحاب الإماء أبي وكان أصحابه أصحاب من؟ أصحاب المغير بن سعيد وكان أصحابه المستترون بأصحاب أبي عجيب هذولا كان مخترقين منه أصحاب الإمام الباقر ويظهرون أنهم من أصحاب الإمام الباقر يعني من المنافقين المستترون بأصحاب أبي ماذا يفعلون هؤلاء المستترون؟ يعني كان عندهم صداقات مع أصحاب الإمام الباقر يأخذون الكتب من أصحاب أبي يعني من الأصول الأربعمائة كتب أصحاب الإمام الباقر يعني ماذا؟ يعني الكتب ماذا؟ الكتب الأربعمائة مصنفات الأربعمائة فيدفعونها إلى المغيرة هذه الكتب يأخذونها من أصحاب الإمام الباقر يدفعونها لمن؟ إلى المغيرة بن سعيد فكان يدس فيها الكفر والزندق يضيف عليها شن؟ روايات أعزائي يضيف عليها روايات سندها ضعيف لكث أسناد الصحيحة الموجودة فيها وهذا الذي قلناه فيما سبق أعزائي أنه إذا استندنا إلى المنهج السندي وإذا الرواية الصحيحة السند من قال لكم أن الوضع اختص بالماذا؟ بالمضمون الوضع كما شمل المضمون شمل ماذا؟ شمل السند يعني أنت عندما تنظر إلى السند تجلس السند أعلاقي صحيح أعلاقي وإذا كان مبنك على السند تقول الرواية صحيح خلصة تقلق الرواية صحيحة وهذه واحدة من آفات المنهج السندي واحدة من الآفات التي ابتلي بها منهج السندي الذي استند إليه أستاذنا سيدي الخوي وهي من الآفات التي واقعنا الآن التي تشكلت منها عقيدة المسلمين الآن المسلمون عندما يقولون أن الخليفة الأول والخليفة الثاني والخليفة الثالث أفضل من علي بن أبي طالب تتصورون أنهم يقولون هذا جزافاً أم استندوا إلى روايات صحيحة السندي عندهم وهذه الروايات موجودة أين ها موجودة في صحيح البغاري وصحيحي مسلم أهم صحيحي والمنهج منهج ما هو سندي ويقول ماذا أفعل ماذا أفعل أنا والسند أنا والروايات والروايات قالت أن الأول والثاني أفضل من علي بن أبي طالب انظروا هذه خطورة المنهج السند وهكذا في باب طبعاً هذه ليس فقط في باب الفضائل في باب الأخلاق في باب العقائد روايات التجسيم وروايات التجسيم وفيها روايات ماذا صحيحة السند إذن أعزائي التفتوا لي هذه آفة ضيفوها إلى الآفات التي أشرنا إليها للمنهج السند أشرنا إلى آفتين إذا يتذكروا الأعز فيما سبق عندما ناقشنا المنهج السندي الذي يرى أن المعيار هو ماذا في قبول الرواية وعدم قبول الرواية هو ماذا هو السند قلنا أن هذا المعيار فيه آفتان أساسيتان هاي الآفة الثالثة وهو أنه كان يدس فيها الكفر والزندقة ويسندها إلى أبي ثم يدفعها إلى أصحابه فيأمرهم أن يبثوها في الشياع وش يصير مولان يصير شياع مولان وإنتهماتين الكاتب بالرسالة عمليا والشياع وماذا إذا أفاد الإطمئنان فهو حج يقولون معقول هذول المتشرع الدين ما عدهم لا والله هذول المتشرع الدين عدهم ولكن أكو أياد أجندة ما وراء الستار ده توجد ماذا توجد هذا الشياع توجد هاي الحالة العامة وخصوصا ماذا في مثل أزماننا اللي قائمة على الإعلام والاتصالات والقنوات يستطيعون أن يوجدوا حالة عامة ولا يستطيعون بل يمكنوا من يوجد قال يبثونها في الشيعة يقول فكل ما كتبه التفتوا فكل هذا كلام من؟ كلام الإمام الصادق فكل ما كان في كتب أصحاب أبي من الغلو فذاكما دسه المغيرة ابن سعيد في كتبهم عجيب هاي الضابطة هواي مهمة سؤال هذا الذي ديقوا له الإمام هذا الضابط سنديل وظابط مضموني ها فكل ما كان في كتب أبي من الغلو هذا الضابط سنديل وظابط مضموني الجواب ضابط مضموني يقول لا علاقة لك بالسند انظر إلى المضمون إن كان فيه غلو ارمي به ماذا عرض الجدى خلاص تقول روايات صحيحة السند فيها الزرارة محمد بن مسلم يقول لا تعتني لا تعتني لا تنظر إلى السند لا قيمة للسند القيمة لأي شيء للمضمون هذه الرواية عزائزين